ذنوب المعاصي تسود على الإنسان حياته الذنوب المعاصي تملأ القلب قسوة وبعدا عن الله عز وجل الذنوب المعاصي الإنسان بيجد ضرارها على نفسه في محيط ذاته وفي المحيط حوله وفي المجتمع بأسره المعصية هي طبعا أخطر ما فيها أنها تعود على الإنسان بالضر في ذاته في نفسه ولكن بكل أسف بتعود أيضا على من حوله قال ربنا جل جلاله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال نبينا صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم تصوروا ونازل من الجنة أشد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم يعني الحجر الأسود اللي احنا بنستلمه في الطواف الحج والعمرة أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة ولأحبابنا جميعا يا رب العالمين الحجر ده اللي احنا بنستلمه ده ما كانش سود أصلا لم يكن أسودا بل كان أبيضا ما سبب سواده سبب سواده ما كسبت أيدينا ضرر الزنوب المعاصي على المجتمع على الكائنات كلها كما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت السيدة عائشة عن السيدة صفية حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها يعني لا أفسدته أفسدت ماء البحر الكلمة دي اللي هي كتير مني نبي يقولها عادي جدا جدا كتير مني نبي يغتاب وينوم والأمر بالنسبة له عادي حتى كمان ممكن الإنسان يرتكب زنوب ومعاصي ولا يدري أنها ضررها بالغ بهذه الصورة ترجمة نانسي قنقر